السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونية وقسم الحاسبات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة الرسم الفني وهنتعلم مع بعض إزاي نستنتج الدائرة النظرية من الدائرة التنفيذية المطبوعة لدائرة راديو بسيط وبتحتوي أو بإضافة دايرة تغذية باستخدام أربع موحدات طبعا يمكن زي ما بدأنا في الحلقات اللي فاتت إزاي نتعلم إن إحنا نحول الدواير الإلكترونية من الدائرة العملية إلى الدائرة النظرية إحنا طبعا بنتبع بعض الخطوات ونمشي مع الخطوات دية خطوة خطوة أي دائرة معايا حتى لو كانت دائرة كبيرة أو بتحتوي على عناصر كتير هقدر إن أنا أحولها وبسهولة طبعا في البداية زي ما إحنا برضو تعلمنا في الحلقات اللي فاتت إن إحنا لما نيجي نحول الدائرة العملية أول حاجة بعمل إيه؟ بشوف العناصر الأساسية اللي موجودة في الدائرة يعني الدائرة ديت بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على ترانزستورات؟ ولا دوائر متكاملة؟ ولا الاتنين؟ طيب وأقرأ السؤال كويس قوي أشوف هو في السؤال بيقول لي أستنتج الدائرة النظرية بس؟ ولا أضيف ليها عنصر أو دائرة تغذية مثلا بمواحدين أو باربع مواحدات؟ لأن في بعض الدوائر الإلكترونية ممكن تبقى الدائرة موجودة قدامي الدائرة العملية وفي السؤال يقول لي ضيف لها عنصر معين مثلا زي إضافة سماعة في الخارج أو يقول لي ضيف محول قدرة خاص بتغذية الدائرة مثلا بجهد 12 فولت ممكن يقول لي ضيف محول خارج وسماعة فيبقى أقرأ السؤال كويس وممكن كمان يبقى فيه عنصر معين في الدائرة يديني عنه ملحوظة كده في السؤال يقول لي علما بأن العنصر ده هو عبارة عن كذا يعني مثلا ممكن تكون مقاومة ضبط المقاومة مقاومة الضبط الرمز التعب يبقى بي ممكن يقول لي في السؤال علما بأن إن بي واحد ديت عبارة عن مقاومة ايه؟ مقاومة ضبط أو ممكن مثلا يكون ملف في الدائرة يقول لي أن العنصر دوت عبارة عن ملف او ممكن مثلا سنائي يكون سنائي مشاعل الضوء فيقول لي علما بان السنائي اللي هو دي واحد مثلا او دي اتنين عبارة عن ايه سنائي مشاعل الضوء فيبقى نقرأ السؤال كويس اوه في البداية طيب بعد كده ببدأ ان انا احدد الشريحة بتاعة الموجب وشريحة السالب وطبعا ممكن يبقى مكتوب عليها على طول في الدايرة قدامي الطرف الموجب مكتوب عليه موجب مثلا موجب تسع فولت او مكتوب عليه موجب في سي سي او مكتوب او مكتوب 12 فولت موجب الطرف السالب ممكن ألاقي مكتوب عليه علامة السالب أو يكون مثلا عليه علامة الأرض يبقى طالما فيه طرف في الدائرة مكتوب عليه موجب الطرف الثاني محتوط عليه علامة الأرض يبقى الطرف اللي عليه علامة الأرض ده يبقى هو السالب وممكن يكون العكس يعني في بعض الدوائر بيبقى الطرف الأرض اللي موجود في الدائرة هو عبارة عن الطرف الموجب مش الطرف السالب بس في الحالة دي هلاقي إن طرف التغذية التاني مكتوب عليه إيه؟ مكتوب عليه سالب مكتوب عليه سالب والطرف اللي هو المفروض يبقى الموجب مكتوب عليه إيه؟ علامة الأرض أو GND دي بناخد بالنا من الجزئية دي وممكن تكون الدائرة بتحتوي على دائرة تغذية كمان يعني ممكن تكون عبارة عن دائرة مكبر أو دائرة جهاز استقبال وبتحتوي على دائرة تغذية ممكن تكون دائرة التغذية دي بموحدين أو بأربع موحدات برضو زي ما خدنا في الحلقة اللي فاتت حولنا دائرة مكبر وكانت بتحتوي على دائرة تغذية نبص على دائرة التغذية ونشوف طبعا الزنر اللي موجود في الدائرة الزنر طبعا إحنا عارفين إنه هو بيكون متوصل بين الطرف الموجب والطرف السالب وبيكون متوصل في اتجاه عكسي يعني معناه إن الطرف الكسود بتاعه يبقى متوصل بالموجب وطرف الأند متوصل مع السالب فيبقى أنا ممكن أحدد شريحة الموجب والشريحة السالب من خلال صناء الزنر لو كان الدائرة بتاعتي بتحتوي على دائرة تغذية طيب نبدأ بقى نحدد الشريحتين الموجب والسالب طب بعد كده المفروض إن أنا ببدأ أحدد العناصر الأساسية زي ما قلت زي مثلا الترانزيستور وزي الدوائر المتكملة طيب لما أحدد الترانزيستور بتاعي أو الدائرة المتكملة أحدد نوع الترانزيستورات لو الترانزيستور الطرف المشاعب بتاعه اللي هو الإمتر أو الإي متوصل مع الطرف السالب يبقى على طول نوع الترانزيستور إن بي إن ولو كان طرف المشاعب بتاع الترانزيستور متوصل مع الطرف الموجب يبقى على طول الترانزيستور نوعه بي إن بي ولو كان الترانزيسور اللي قدامي في الدائرة الأطراف اللي عليه مكتوب عليها D و G و S يبقى على طول الترانزيسور ده ترانزيسور تأثير المجال أو ترانزيسور FIT طيب بالنسبة بقى للدائرة المتكملة بنحدد برضو طبعا أطراف الدائرة المتكملة ونرقمها ونرقمها في اتجاه عكس عقارب الساعة يعني بتترقم بالترتيب ده في الدائرة العملية لكن في الدائرة النظرية بقى لما يجي أحولها طبعا الأطراف لما بنيجي نرتبها في الدائرة النظرية ما بنرتبهاش أو بنرقمها بالترتيب لا ده احنا بنرقمها على حسب التوصيل يعني معناه الطرف اللي راح للدخل يبقى على اليسار طرف الـ IC اللي خارج منه يعني طرف الخارج بتاع الـ IC يبقى على اليمين أيا كان راكمه الطرف اللي متوسل معاه عنصر زي مقاومة مثلا أو مكاسف أو راح للموجب على طول يبقى على طول يترسم ناحية الطرف الموجب والطرف من الـ IC اللي متوسل بالسالب أو متوسل بعنصر زي المقاومة مثلا أو مكاسف وراح للسالب يبقى على طول يترسم ناحية السالب أيا كان رقمه يعني معناه كده لما بنيجي نرسم الدائرة النظرية الـ IC ما بتترقمش بالترتيب بتترقم على حسب التوصيل ونراعي برضو يعني لما نيجي نحول الدائرة أحدد برضو طرف الدخل بتاع الدائرة وطرف الخارج طرف الدخل رايح لمين لو كانت الدائرة بتاعتي بتحتوي مثلا على ترانزيستر وـ IC الدخل رايح لمين فيهم رايح للترانزيستر ولا رايح للـ IC يبقى لازم طبعا أحدد الكلام ده ليه؟ عشان أحدد مين اللي هيترسم ناحية الدخل يعني لو طرف الدخل متوصل مع الترانزيستر يبقى على طول الترانزيستر هيترسم على اليسار طيب طرف الخارج أشوف برضو همتوصل مع مين؟ مع الـ IC ولا مع الترانزيستر لو كان طرف الخارج متوصل مع الـ IC يبقى الـ IC هو اللي ناحية إيه؟ اليمين يعني ناحية الخارج وراعي بقى لما يجي طبعا أرسم الدائرة أي عنصر أنا بحوله وبرسمه في الدائرة أنا بحول الدائرة كروكي الأول يعني من غير مقاسات عشان نعرف شكلها يبقى إيه العناصر بطريقة مناسبة يعني إيه؟ يعني نراعي من العناصر ما تكونش مكدسة في جزء من الدائرة وتكون متبعدة ومتفركة في جزء تاني لازم نراعي توزيع العناصر وراعي كمان لما اجي أرسم الدائرة بقى نضفت اللوحة يعني خصوصا كمان العناصر اللي محتاجة للتظليل ممكن نخلي التظليل في الآخر وممكن درجة التظليل كمان التظليل يبقى خف درجة من الخطوط الأساسية ولما نيجي نرسم ما نفضلش نحرك المصطرة على اللوحة وإحنا بنرسم ليه؟ عشان المصطرة لما بنجي نحركها الخطوط اللي انت رسمتها المصطرة بتشيل الرصاص اللي ترسم وتكحته في الورقة في الأجزاء الفاضية فتلاقي اللوحة بتاعتك بقعت وبقى فيها نقط صودة مو بتتمسحش لما نيجي نرسم نشيل المصطرة ونقلها وأرسم الخط بتاعي اللي انا هرسمه وبعد كده أشيله ممكن يبقى معايا ممكن فوطة أو منديل ورق وأمسح الحرف بتاع المصطرة علشان برضو الرصاص اللي بقى موجودة عليها مايبقى هدلش اللوحة بتاعتي طبعا لما نيجي نحول الدايرة زي ما قلت احنا بنراعي طبعا نضافة اللوحة ونراعي توزيع العناصر بحيث تكون موزعة بطريقة مناسبة أراعي كمان وأنا بكتب الرموز بتاعت العناصر بتاعت الدايرة إن يعني نخلي أو نحاول نخلي الرموز بتاعت العناصر كلها في جهة واحدة من الرسم يعني إيه؟ يعني مثلا لما أجي أرسم المقاومات لما أجي أكتب الرمز بتاع المقاومة R1 مثلا أو R2 ممكن أكتبها على اليسار يعني على يسار المقاومة طب بقية المقاومات اللي موجودة في الدايرة أحاول إن أنا أخليها بنفس الطريقة يعني تبقى برضو المقاومات المرسومة تبقى كلها على نفس الرموز بتاعتها على نفس الجهة بالنسبة للمكاسفات برضو نفس الكلام علشان ما يبقاش فيه عنصر الرمز بتاعه مكتوب على اليسار والتاني مكتوب على اليمين فنطلخبت ما نبقاش عارفين الرمز ده بتاع أنهي عنصر بالزبط فيهم إلا بقى طبعا يعني لو مفيش مكان يترسم فيه أو يتكتب فيه اسم العنصر جنبه على اليسار مثلا ممكن في الحالة دي بقى أن أنا أكتبه في المكان الفادي على اليمين مش هيجرى حاجة بس طبعا ما تبقاش اللوحة كلها طبعا ممكن نبص على الشاشة مع بعض ونشوف مع بعض كده الدايرة اللي احنا هنحاولها النهاردة عبارة عن دايرة دايرة تنفيذية لدايرة راديو بسيط والدايرة دي هنضيف لها دايرة تغذية هنا هو في نبدأ الأول كده نراجع مع بعض الخطوات اللي احنا هنتبعها في تحويل الدايرة اول حاجة بيقول لي اقرأ السؤال جيدا اقرأ السؤال جيدا لأنه غالبا بيطلب منك اضافة عنصر الى الدايرة مثل اضافة سماعة في الخارج او اضافة دايرة تغذية بموحدين او اربع موحدات او اضافة محول للقدرة طيب تاني خطوة يقول لي يتم تحديد اطراف التغذية يتم تحديد اطراف التغذية الموجب والسالب ونحدد الطرفين ونظللهم الشريحتين بتوعهم بلونين مختلفين مثلا الموجب نظلله بلون احمر والسالب يتظلل بلون اخضر علشان يبقى الاثنين مختلفين عن بعض طيب الخطوة اللي بعد كده يتم تحديد اطراف الدخل والخرج مع مراعاة ايه؟ مع مراعاة رسم دخل الدايرة على اليسار والخرج على اليمين الخطوة اللي بعد كده نكون بتحديد العناصر الاساسية في الدايرة زي الترانزيسورات والدوائر المتكاملة واماكنها بعد كده بنقوم بتحديد نوع الترانزيسور اذا كان المشاعة متصل بالطرف السالب فيكون نوع الترانزيسور ونرسم اتجاه السهم للخارج بالزبط زي الشكل اللي قدامنا كده اما بقى لو كان الترانزيسور طرف المشاعي بتاعه اللي هو الامتر متصل بالموجب يبقى نوع الترانزيسور هنا ونرسم اتجاه السهم للداخل بالشكل ده طيب لو كان بقى الترانزيسور نوع مختلف زي ترانزيسور تأثير المجال اللي هو ترانزيسور الفيت فهنا بيتكتب على اطرافه في الدايرة العملية الرموز D و S و G يعني ما ببقاش مكتوب عليه C و E و B زي ترانزيسور ال N B N ورمز طبعا الترانزيسور تأثير المجال بيترسم بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامه الخطوة اللي بعد كده بنقوم بترقيم اطراف ال I C على الدايرة العملية بالترتيب وعند رسمها في الدايرة النظرية نراعي ترتيب الاطراف حسب التوصيل بعد كده بنقوم برسم العناصر الاساسية اللي هي الترانزيسورات وال I C اولا يعني نرسم العناصر الاساسية الاول ثم يتم رسم كل طرف من اطراف الترانزيسور على حدة مع العنصر المتصل به وكذلك اطراف الدايرة المتكملة اللي هي ال I C خطوة اللي بعد كده نراعي توزيع العناصر بطريقة مناسبة وعدم تكدس العناصر في جزء من الدايرة وتباعدها في جزء اخر يعني نراعي توزيع العناصر وتبقى المسافات منصقة بعد الانتهاء من رسم الدايرة وازالة الخطوط الزايدة يتم تضليل العناصر اللي بتحتاج لتضليل زي المكسفات والسنائيات ونقط اللحام الخطوة اللي بعد كده بنراعي كتابة رموز العناصر والدخل والخرج والموجب والسالب بعد رسم اي عنصر بيتم شطبه من الدايرة العملية يعني بالقلم الرصاص كده وناخد عليه خاط وبعد الانتهاء يتم عد العناصر اللي موجودة بالدايرة عشان نتأكد ان احنا رسمنا كل العناصر اللي موجودة في الدايرة ومنسناش حاجة في السؤال بقى الدايرة اللي احنا هنحولها مع بعض بيقول الشكل التالي بيوضح الدايرة التنفيذية المطبوعة لجهاز راديو بسيط والمطلوب السنتاج ورسم الدائرة النظرية بعد اضافة دائرة التغذية بالطيار باستخدام اربعة مواحدات سيليكون على شكل كنتار التوحيد ودائرة متكملة لتنظيم جهد الخارج وذلك داخل اطار ابعاده 35x25 سنتيمتر يعني هنرسم الاطار بتاعنا 35x25 يحتوي على الدايرة الخاصة بدايرة الراديو البسيط اللي احنا هنحولها وكمان هنضيف لها دائرة التغذية في نفس الاطار دائرة بقى اللي قدامي طبعا دي الدايرة العملية اللي احنا هنحولها مع بعض هنطبع عليها بقى الخطوات اللي احنا شرحناها من البداية هنحدد الاول طبعا شريحة الموجب وشريحة السالب لو احنا بصينا كده على الطرف الموجب مكتوب فوق واضح جدا فوق على اليمين مكتوب موجب يبقى الشريحة دي هتبقى هي شريحة الطرف الموجب ونظللها بلون احمر بس نلاحظ حاجة العناصر الاساسية اللي موجودة في الدايرة في عندي هنا IC اللي هو على اليسار اللي هو IC رقم واحد وفي عندي IC اتنين وفي عندي ترانزيستورين TR واحد وTR اتنين ناخد بالنا ان الدواير ديت طبعا بتحتاج لجهد تغذية يعني دايما بنلاقي فيه طرف طالع من الترانزيستور او من ال IC لطرف الموجب ممكن يطلع مباشر او عن طريق مقاومة وكذلك برضو بنلاقي فيه طرف نازل ايه للسالب فناخد بالنا بقى شايفين المقاومة اللي هي R3 اللي فوق دي المقاومة دي بنسميها مقاومة تجزيق للجهد لما نيجي نرسمها هنرسمها بنفس الشكل دوت يعني الشريحة بتاعت الموجب هتبقى هي اللي على اليمين طيب والجزء كمان اللي بعد R3 ده برضو هنظلله وهيبقى تابعة شريحة ايه الموجب يبقى المقاومة R3 دي هتترسم كده ايه بالوضع دوت يعني افقية كده بالشكل ده متوصلة ما بين الطرف الموجب وما بين الطرف التاني اللي هيوصل برضو الجهد الموجب لمين لR2 اللي رايحة للرجل رقم واحد في ال IC طيب الطرف السالب بقى واضح برضو قدامي علامة الارض اهي على الشريحة اللي نزلة تحت يبقى دية كده هتبقى ايه هتبقى هي السالب هنظللها طبعا بلون تاني مختلف وليكن بلون اخضر عشان نفرق الشريحتين عن بعض طيب لو جينا ظللنا الشريحتين طبعا هتبقى الدايرة قدامي بالشكل ده زي ما احنا شايفين بقى الشريحة اللي باللون الاحمر هي دي شريحة الموجب واي شريحة تتفرع منها نظللها برضو علشان تساهل علينا لما نيجي نرسم العنصر نبقى عارفين على طول اي عنصر متوصل بالشريحة اللي باللون الاحمر يبقى على طول بسلكة وهيطلع للطرف الموجب طيب الشريحة التانية اللي باللون الاخضر اهي دي هتبقى شريحة السالب وبرضو الشريحة اللي اتفرعت منها اللي هي رايحة للإي سي برضو نفس الكلام هنظللها وبرضو طلعت كده الفوق للمكاسف سي خمسة وللطرف رقم ثلاثة في الإي سي رقم واحد طيب الخطوة اللي بعد كده المفروض ان انا احدد بقى فين طرف الدخل رايح لمين وطرف الخارج مع مين لو بصنا كده ادي الانبوت على اليسار الطرف ده رايح للرجل رقم اثنين في الإي سي رقم واحد يبقى الإي سي ده هيترسم ناحية اليسار مع الدخل يعني طيب بعد كده هنلاقي طبعا ناخد بالنا الرجل رقم واحد في الإي سي معها مكاسف اللي هو سي ثلاثة وراح ل يعني مقاومة متغيرة والطرف اللي في النص بتاعها اللي هو السهم بتاع المقاومة المتغيرة راح لمكاسف سي ستة ومنه لمكاومة أرى اربعة وبعدين راح لمين للإي سي رقم اثنين يبقى الإي سي رقم اثنين هتترسم في النص طيب بعد كده هنلاقي خارج الإي سي رقم اثنين ناخد بالنا كده راح لمين طلع فوق إدى لقعدة الترانزيستور تي ار واحد ها ونزل تحت عن طريق الموحد دي اثنين وإدى لقعدة الترانزيستور تي ار اثنين يبقى الترانزيستورين دول هيترسموا ايه في الآخر طب ملحوظة تانية الترانزيستورين دول هيترسموا ازاي في الدايرة ناخد بالنا عندي طرف المجمع بتاع الترانزيستور الأول متصل بالموجب الترانزيستور الثاني المجمع بتاعه متصل بالسالب طيب والمشاعب بتاع الترانزيستورين متصلين ببعض عن طريق المقاومتين أرى عشر و أرى عشر يبقى معنى كده أن الترانزيستورين دول بنسميهم دفع وجذب يعني الترانزيستورين هيترسموا فوق بعض على خط واحد يبقى أول ملاقي الترانزيستورين واحد منهم متوصل بالموجب والتاني متوصل بالسالب والطرفين التانيين من الترانزيستور سواء بقى اذا كان المشاع مع المشاع او طرف المجمع مع المجمع بتاع الترانزيستور التاني يبقى كده الترانزيستورين دول ايه دفع وجازب يترسموا فوق بعض نرقم الاطراف بتاعة الـ IC طبعا قدامنا مترقم رقم واحد بس احنا هنرقم الباقي بقى ايدي واحد اللي بعدها اثنين تلاتة اربعة والناحية التانية تبقى خمسة اللي فوقها ستة سبعة تمانية ناخد بالنا برضو في الـ IC ده هي الطرف رقم واحد والطرف رقم خمسة والطرف رقم تمانية فاضين مش متوصلين يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ناخد بالنا ان الـ IC دوت على طول هيبقى مين؟ المكبر التشغيلي اللي احنا رسمناه في دوائر قبل كده الطرف رقم سبعة بيتوصل بالمجب رقم اربعة بيتوصل بالسالب داخل الـ IC هنا هيبقى الطرف رقم اثنين وثلاثة دول هيبقى على اليسار الخارج بتاعه هيبقى الطرف رقم ستة طيب تعالوا بقى نبدأ ننفذ الكلام دوت على اللوحة بتاعتنا نبص كده طبعا على اللوحة وهنبدأ نظلل زي ما احنا قلنا كده الشريحتين اي دي شريحة المجب نظللها طبعا بلون احمر زي ما احنا قلنا كده علشان تبقى واضحة قدامنا كده وتفرعت طبعا الشريحة دي ونزلت ليه الـ IC لطرف زي ما قلنا رقم سبعة وفيه شريحة تانية برضو متفرعة منها رايحة للمقاومة R6 نظللها طيب والجزء اللي بعد R3 برضو هنظلله ويبقى تابع شريحة بتاعت المجب بالشكل ده طيب هبدأ بقى بعد كده اشوف الشريحة التانية اللي هي بتاعت الطرف السالب واظللها بلون مختلف زي ما قلنا وليكن باللون ايه الاخضر عندي طبعا متحددة هوت ومعمول عليها علامة الارض فابدأ انا على طول اظللها وحددها علشان تبقى واضحة قدام بالشكل دوت كده طبعا لو معيش الوان ممكن اظلل الشريحتين واحدة بالقلم الجاف مثلا والتانية بالقلم الرصاص عشان يبقوا مختلفين عن بعض لان طبعا لما بنحدد الشريحتين دول بلونين مختلفين كده بتسهل علينا جدا لما بنجي نحول الدايرة اي عنصر بقى متوسل للشريحة المتظللة باللون الاخضر على طول يبقى معناها ايه ان الطرف دوت رايح لمين؟ للسالم مش هعد افكر كتير كده الشريحة طبعا نظللناها قدامنا هوت والشريحة اللي اتفرعت منها برضو نظللها بنفس اللون بالشكل ده كده طيب بعد كده هرقم الاطراف بتاعة الاي سي زي ما قلنا طرف رقم واحد مكتوب قدامي هو اروح انا مرقم بقى اللي بعضه يبقى اتنين تلاتة اربعة الناحة التانية خمسة ستة سبعة تمانية طيب طرف الدخل زي ما قلنا متوصل مع الانبوت اهو مع الرجل رقم اتنين في الاي سي الاول طبعا هبدأ بقى انفز الكلام دوت يبقى هبدأ ارسم مين الاول الاي سي سناخد بالنا طبعا قبل ما نرسم الدايرة نعمل حسابنا ان في دايرة تغذية يبقى انا بعمل ايه بسيب مسافة مناسبة لدايرة التغذية اللي انا هرسمها تحت وطبعا يعني بنسيب حوالي سبعة سنتي من الاطار بتاعي علشان نرسم في دايرة التغذية الجزء اللي فوق بقى ده اللي هنرسم فيه الدايرة الالكترونية بتاعتنا اللي هي هنا عبارة عن دايرة ايه دايرة راديو بسيط هبدأ ارسم الاي سي الاول طبعا الاي سي دا ليه تلات اطراف بس هاجي كده ممكن راح جايي رسم خط خفيف علشان ارسم عليه العناصر الاساسية بتاعتي اهو يبقى خط خفيف كده في نص الدق وبعدين ارسم الاي سي الاول الشكل دوت كده والاي سي دوت طبعا احنا عارفين الرمز بتاع الاي سي بنعمله ايه مسلس اي سي رقم واحد ناخد بالنا بقى ان الاي سي دوت زي ما قلنا ليه كم طرف تلات اطراف قدامنا هو الطرف رقم اتنين هو طرف الدخل يبقى ده اللي هيبقى على اليسار اهو بالشكل ده كده يبقى ده كده رقم ايه اتنين كده طيب عندي الطرف رقم تلاتة زي ما احنا شايفين متوصل بالشريحة اللي باللون الاخضر يبقى على طول ده ينزل للطرف السالب اهو يبقى هاخده كده من الاي سي وانزل بيه لتح يبقى ده الطرف رقم ثلاثة طيب الطرف رقم واحد خدوا بالكم معه مقاومة اللي هي ار اتنين وطلعت فوق عند الموجب طيب تعالوا نرسم كده فوق الطرف الموجب علشان نوصل عليه المقاومة بتاعته اهو الشكل ده كده هادي الطرف الموجب هاخد انا بقى الطرف رقم واحد ده اخدوا بالكم متوصل مع ايه مقاومة ار اتنين وطلعت للموجب وفي مقاومة ار واحد ومكسف سي واحد ونزل ايه للسالب يبقى الافضل اروح انا واخد الطرف دوت كده من ناحية اليمين كده يبقى ده رقم واحد علشان هيطلع فوق وينزل ايه لتحت طيب المقاومة اللي هي هتطلع فوق اللي هي المقاومة ار اتنين اهو يبقى انا اخد الطرف ده كده من هنا كده وارسم المقاومة بتاعتي ار اتنين والمقاومة اللي انا اه رسمتها اشطبها على طول من الدايرة زي ما اتفقنا عندي المقاومة بقى ار واحد من نفس الطرف برضو من الرجل واحد نزلت اهيه ومعاها مكسف سي واحد ورايحة المين ورايحة لطرف الداخل طيب في عندي كمان مكسف اللي هو سي تلاتة المكسف سي تلاتة دوت لو خدنا بالنا كده سي تلاتة متوصل كده ونازل رايح فين معاها مكسف اللي هو سي اربعة خلاص ونازل ايه للسالب تعالوا ناخدهم بقى واحدة واحدة نرسم مين الاول المكسف سي اتنين ده من نفس الطرف بتاع الرجل واحد ورايح لفين ورايح للسالب اهو يبقى انا ممكن راح جاي واخده من نفس الطرف كده كده وانزل بطرف المكسف اللي هو سي اتنين كده وينزل للطرف ايه السالب وقادي الطرف السالب بتاعي ها نتقل عليه برضو كده شاني بقى واضح قدامنا كده المكسف دوت مكسف سابت اللي هو سي اتنين ممكن نظل لللوحين بتوقع او نسيبهم من غير تظليل نشطب المكسف سي اتنين من الداير طيب في بعد كده عندي المقاومة ار واحد من نفس الطرف بتاع الرجل واحد ورايحة لمين ورايحة للدخل طيب بصوا كده مش الطرف رقم واحد ده هو اللي نزل هنا بدل ما اخد منه سيلكة تانية انا ممكن اعمل ايه اراح واخد من نفس الطرف ده كده من هنا كده اراح واخد ايه طرف المقاومة اللي هي ار واحد اهو بالشكل ده وامشي بيها كده ار واحد اهي ورايحة لفين ورايحة لطرف الدخل اللي هو الانبوت اطلع الطرف بتاعها كده لبار اهو طيب المقاومة ار واحد متوصل معاها من نفس الطرف بتاعها اللي هو مع الدخل مكسف سي واحد ونزل للسالف ممكن ارسم المكسف ده ازاي من هنا كده وارسم المكسف اهو ممكن نخليه مصاد المكسف التاني كده بالشكل ده وينزل للطرف ايه السالف اهو المكسف سي واحد اترسم والمقاومة ار واحد اترسمت مشتوبهم على طول وده مكسف سابت فمش هنزلله يبقى ده المكسف سي واحد طبعا الطرفين دول بقى بتوع الدخل اهو مكتوب عليهم ايه انبوت اهو اكتب هنا برضو الرمز اللي مكتوب بتاع الدخل انبوت طيب بعد كده العناصر اللي اترسمت خلاص شطبناها فاضل عندي مين من الطرف رقم واحد برضو فيه مكسف اللي هو سي تلاتة والمكسف سي تلاتة ده ناخد بالنا رايح لمين مكاومة متغيرة والطرف التاني بتاعها مع السالف طيب نرسم المكسف ده اهو ممكن ارسمه من هنا كده مع الرجل رقم واحد اهو وارسم المكسف بالشكل ده طيب المكسف ده اهو اتثابت ولا كيميائي خدوا بالكو سي تلاتة فيه خطين اهو يبقى ده كيميائي وده الطرف الموجب والموجب ناحية الرجل رقم واحد اظل الان السالب بق اللي هو عكسه على طول كده طبعا المكسف ده اسمه سي تلاتة نشطبه من الدايرة عشان يترسم خلاص الطرف التاني بتاعه رايح لمين؟ للمقاومة المتغيرة اللي نازلة للطرف السالب طيب هاخد بقى الطرف ده كده وانزل به عشان يروح للمقاومة المتغيرة اهو انزل كده بس ناخد بالنا الطرف بتاع المكسف نازلة هوت لطرف المقاومة المتغيرة اللي هو الطرف الاول بتاعها مش الطرف اللي في النص عشان الطرف اللي في النص بيبقى هو السهم بتاع المقاومة المتغيرة اخد انا بقى السهم بتاع المقاومة المتغيرة كده من الناحة التانية يبقى المقاومة المتغيرة هنا لها تلات اطراف ادي واحد اتنين تلاتة طرف منها مع سي تلاتة رسمناه وطرف مع مين؟ مع السالب الطرف اللي في النص رايح لسي ستة اهو ادي الطرف اللي في النص اللي هو السهم بتاعها هيمشي كده وهيترسم مع مين؟ معاه مكسف اللي هو سي ستة ارسم انا بقى المكسف كده بالشكل ده اهو كده والمكسف دوت سي ستة ناخد بالنا مكسف كيميائي برضو الخطين دول اللي هما الموجة ناحية مين؟ ناحية المقاومة المتغيرة يبقى احنا بنظلل اللي عكسه على طول يبقى الطرف التاني اللي فوق ونكتب الرمز بتاعه اللي هو سي ستة اشتبه بقى من الدايرة عشان نترسم خلاص ناخد بالنا بقى قبل ما نتنقل ليه؟ الاي سي التاني في مكسف هنا اللي هو سي اربعة لسه ما رسمناه اش المكسف ده متوصل ازاي؟ طرف مع سي تلاتة اللي هو نفس طرف المقاومة المتغيرة والطرف التاني مع السالب طب نيجي نبص كده في الدايرة ادي المقاومة المتغيرة هي خلاص؟ ونكتب الرمز بتاعها اللي هو في ار واحد طيب المكسف سي اربعة ده طرف من المقاومة المتغيرة اللي هو نفس الطرف بتاع سي تلاتة اللي هو السالب بتاع المكسف سي تلاتة والطرف التاني نازل للسالب انا ممكن ااخده كده وانزل بي جنب المقاومة المتغيرة اهو وارسم المكسف دوت جنب المكسف سي اتنين عشان يبقى فيه تناسق في الدايرة كده وهو نازل للسالب اهو طب المكسف دوت سابت ولا كيميائي ها مكسف سابت اهو مالوش كطبية نكتب الرمز بتاعه سي اربعة واجي هنا في الدايرة اشتب المكسف اللي ترسم طيب والاي سي كمان دوت اترسم فاضل ايه تعالوا بقى كده نكمل احنا كنا وصلنا المكسف سي ستة رايح لمين بقى مقاومة اللي هي ار أربعة ورايحة للاي سي للرجل رقم اتنين طيب ناخد بالنا بقى هاجي هنا كده الطرف ده هيطلع يروح لمقاومة وبعدين يروح لمين للاي سي التانية طيب ايه جانا هنا بقى وراح جايير ياسم الايه الاي سي اهو بالشكل ده كده كده اي سي اتنين طيب احنا اتفقنا ان الاي سي ديت اللي هي المكبر التشغيلي الرجل رقم اتنين وتلاتة دول ناحية الدخل ستة بتبقى الخارج بتاع الاي سي طيب سبعة طلع للموجب يبقى تطلع لفوق على طول كده يبقى دي رقم سبعة واربعة رايحة للطرف السالب اهي يبقى دي ايه اربعة طيب تعالوا بقى نوصلهم عندي الطرف رقم اه اتنين زي ما قلنا معاه مقاومة ورايح لمين للمكاسف سي ستة طيب ما دي المكاسف سي ستة احنا رسمين طيب نطلع بي كده ها لحد قصاد ايه الطرف بتاع ر اتنين وبعدين ارسم المقاومة اهي كده وتتوصل مع المكاسف يبقى دي المقاومة ر كام بقى المقاومة ر اربعة طيب نشطبها برضو من الدايرة اترسمت خلاص ار اربعة اجا بص بقى كده للطرف رقم تلاتة هنلاقي فيه عندي مقاومة ار خمسة ونزلت للسالب ومكاسف سي سبعة على التوازي مع المقاومة يعني المقاومة والمكاسف جنب بعد وفي نفس الوقت من الرجل تلاتة برضو فيه مقاومة اللي هي ار ستة وطلعت للموجب للشريحة اللي باللون الاحمر قدامنا ايه طيب اجي كده على طول ايه دي الطرف رقم تلاتة كده هنزل وارسم مين المقاومة بالشكل ده كده اللي هي المقاومة ار خمس وجنبيها المكاسف سي سبعة على التوازي معاها اهو يبقى انا اخد من نفس الطرف كده سلكة اه ونمشي كده حوالي اتنين سنتي مثلا وبعدين انزل وارسم المكاسف برضو كده على التوازي مع المقاومة كده المكاسف دوت ناخد بالنا سي سبعة ده مكاسف كيميائي الخطين اللي فوق دول يعني الطرف الموجب بتاعه نظل اللي احنا السالب يبقى المكاسف ده كده سي سبعة طيب اشتب انا بقى المقاومة ار خمسة والمكاسف سي سبعة اترسم وخلص من نفس الطرف بتاع الرجل تلاتة معاها ار ستة وطلعت للموجب يبقى ااخد انا بقى من نفس الطرف كده سلكة واطلع بيها للطرف الموجب فوق كده ونوصل طبعا المقاومة كده ار ستة اشتب المقاومة اللي ترسم ناخد بالنا بقى المقاومة ار تلاتة لسه ما رسمناهاش متوصلة فين ما بين طرف المقاومة ار ستة وبين طرف المقاومة ار اتنين زي ما احنا شايفين طيب مكانها فين بقى هنا في الدائرة ادي المقاومة ار ستة ترسمت ودي ار اتنين ترسمت يبقى المقاومة دي هترسم في النص بينها طيب الخط اللي احنا رسمناه ده ها نمسح مكان المقاومة ونرسمها على طول او تبقى المقاومة بالشكل ده كده متوصلة على التوالي فوق مع الطرف الموجب المقاومة دي اللي هي ار تلاتة ونكتب الرمز بتاعها ار تلاتة طيب ناخد بالنا فيه كمان مكسف اللي هو سي خمسة متوصل برضو فين طرف مع الموجب والطرف التاني مع السالب طيب احنا ممكن نرسمه طبعا ببساطة زي ما تعلمنا في الحلقات اللي فاتت المكسف اللي زي ده اوصله مع الموجب والطرف التاني اعمله علامة اردي اهو يبقى انا ممكن اجي كده من الطرف اللي فوق بتاع الموجب كده وانزل ارسم المكسف كده جنب المقاومة كده الشكل ده اللي هو سي خمسة ونعمله علامة اردي طبعا زي ما احنا عارفين الشكل ده والمكسف ده كميائي نظلل السالب بتاعه ونكتب الرمز بتاعه اللي هو سي خمسة اجي هنا بقى واشتب المكسف ده اترسم خلاص نرجع تاني بقى للاي سي اللي هو رقم اتنين فاضل عندنا ايه نجي نبص كده احنا رسمنا كده الرجل تلات ها والرجل اتنين الرجل رقم ستة بقى معها ايه لو خدنا بالنا هنلاقي فيه مواحد دي اتنين ومتوصل مع مقاومة ار تمانية ونازل للسالب وفي نفس الوقت فيه مواحد فوق اللي هو دي واحد ومتوصل مع ار سبعة ورايحة الفين للموجب طيب ايه المشكلة ايه دي الرجل رقم ستة احنا حددناها اللي هي على اليمين اجي بقى اروح جاي كده رسم المقاومة اللي هي ار سبعة اللي متوصلة مع الموجب اهي بالشكل ده كده وانزلت بقى دية ار سبعة ومتوصلة مع مين مع الموحد اهو كده اللي هو دي واحد وناخد بالنا الكاسود بتاع الموحد دوت ناحية مين ناحية الرجل ستة يعني بسس لتحت اهو دي واحد اهو الموحد دي واحد الكاسود بتاعه يعني الشرطة دي ناحية مين ناحية الرجل ستة الموحد التاني القان Jennet بتاعه هو اللي ناحية الرجل ستة يعني برضو الموحد ده بسس لتحت اهو انزل بي كده وارسم الموحد التاني وانزل رايح فين بقى الموحد التاني اللي هو دي اتنين ناخد بالنا كده معاه ار تمانية ها ونزلت راحت للطرف السالب اهو يبقى هنزل كده وارسم المقاومة تحت رايحة للطرف السالب ونكتب طبعا الرمز بتاعها جنبيها ار تمانية نجي هنا بقى نشط بالعناصر اللي احنا رسمناها ار تمانية ودي اتنين ودي واحد وار سبعة طيب فاضل ايه ناخد بالنا كده هنلاقي الترانزستورين بقى اللي احنا لسه مرسمنا همش دول احنا اتفقنا ان هيترسمو ازاي فوق بعض دفعوا جذب ليه عشان الترانزستور الاول تي ار واحد المجمع بتاعه مع الموجب والتاني المجمع بتاعه متوسل مع السالب ومشع الترانزستور الاول متوسل مع مشع الترانزستور التاني عن طريق المقاومتين ار عشر او ار حداشر يعني فوق بعض كده على طول طيب تعالوا نرسمهم نسيب مسافة كده مناسبة وبعدين انزل كده وطرف القاعدة بتاعت الترانزستور كانت متوسلة مع ار ايه سابع اهو اروح انا بقى جاي رسم الدايرة بتاعت الترانزستور كده زي ما احنا تعودين كده وقادي قاعدة الترانزستور ونرسم طرف المجمع وطرف المشع بالشكل ده طيب ايه الترانزستور ده بقى ناخد بالنا طرف المجمع بتاعه فوق مع مين مع الموجب والمشع نازل تحت ناحية السالب يعني يبقى الترانزستور ده نوع ايه ان بي ان كده ونكتب الرمز بتاعه تي ار واحد طيب طرف المشع بتاعه مع مين ار عشر يبقى نرسم المقاومة على طول عشان ما ننساش كده تبقى دي ار عشر نش بالترانزستور ونش بالمقاومة زي ما رسمنا دول هنرسم الترانزستور التاني والمقاومة R11 على نفس الخط زي ما احنا اتفقل اهو كده وناخد بالنا ان قاعدة الترانزستور التاني برضو متوصلة مع مين مع R8 يعني بين طرف المقاومة R8 وطرف الموحد دي اثنين يبقى ايخذ طرف من هنا كده ده طرف القاعدة بتاع الترانزستور اهو وارسم هنا الدايرة بتاعة الترانزستور بالشكل ده كده وقادي طرف المجمع وطرف المشاع المجمع طبعا نازل للطرف السالب والمشاع هيطالع فوق متوسل بمين بقى ناخد بالنا كده عندي طرف المشاع اللي هو الامتر الاي متوسل مع ار حداشر اللي رايح المين لار عشر يعني تترسم هنا على نفس الخط بالشكل ده يبقى دي ار حداشر طيب الترانزيستور ده بقى ناخد بالنا اللي هو الترانزيستور التاني المشاع بتاعه فوق متوسل ايه ناحية الموجة والمجمع بتاعه هو اللي مع السالب يبقى الترانزيستور دوت نوع ايه بي ان بي طبعا ده طرف المشاع اللي هو اللي فوق يبقى السهم الايه لجوه كده بالشكل ده ونكتب برضو الرمز بتاعه اللي هو تي ار اتنين طيب نشطه بالترانزيستور التاني والمقاومة R11 اترسم وخلص. ناخد بالنا بقى. في طرف كده ما بين R10 و R11 رجع تاني ها عن طريق المقاومة R9. ورجعت للرجل رقم اتنين. دي بنسميها مقاومة تغذية خلفية. يعني ما بين طرف المقاومة R10 و R11 اهو. هاخد ايه? سلكة وامشي بها كده. وبعدين انا عايز ارجعها هنا للرجل رقم اتنين. رح اخد السلكة دي. وطالع بها الفوق. كده. ها. وعدي. كده. وبعدين. ممكن ارسم المقاومة هنا او ارسمها في الجزء التاني. المكان المناسب. المكان الفاضي يعني. اهو. كده. وبعدين المقاومة دي. ترجع تروح لمين? للرجل رقم اتنين. بالشكل ده. اهي. تاني ادي المقاومة R9. طرف منها. مع طرف المقاومة R11. والطرف التاني. رجع للرجل اتنين. ادي طرف المقاومة R11 و R10. ما هما متوصلين مع بعض. ها. وروحنا لمين? للرجل رقم اتنين. المقاومة دي تسمها R9. نكتب الرمز بتاعها فوق ايها. طيب. كده احنا رسمنا المقاومة R9 كمان نشطبها من الدي. فاضل ايه? ناخد بالنا بقى المكاسف C8. واخد طرف من اين? واخد طرف من المقاومة R10 و R10. اللي هو طرف الخارج. ورايح لمين? Ls اللي هي سماعة. طيب. يعني معناه هناخد كده من نفس الطرف اهو. من R10 او R11. الطرف ده يمشي كده. يتوصل مع مين? مع المكاسف? ايه دي. المكاسف اللي هو C8. C8. وناخد بالنا المكاسف ده مكاسف كيميائي. فيه خطين اهو يعني ده الطرف الموجب. السالب هو ناحية الخارج. اللي رايح للسماعة. يبقى السالب هو اللي يتزلل. والطرف الثاني دوت زي ما قلنا رايح للسماعة. يبقى انا هنزل بيه كده. تمام? وارسم الرمز بتاع السماعة. الشكل ده. ورايحة للطرف الايه? السالب. اهي. كده. Ls يعني سماعة. ونكتب الرمز بتاعها. Ls. طيب نرجع تاني نبص للدائرة. ونشوف ايه العناصر اللي ما ترسمتش. ايه دي المكاسف C8 خلاص. نبص كده بسرعة. ها كل العناصر هي احنا شطبنا عليها. كل اللي تشطب عليه خلاص اترسم. كده كل العناصر اترسمي. طب هل الدائرة خلصت? لا. في السؤال لسه بيقول لي ايه? مع اضافة دائرة تغذية بالطيار تحتوي على اربع موحدات على شكل كنتاري التوحيد. ودائرة متكاملة لتنظيم الجهد. طيب. يبقى انا على طول. هروح جاي بقى نازل. في الجزء اللي تحت الدايرة بتاعتي. واسيب مسافة مناسبة. مسلا سنتي ونص كده. وراح جايه اواخد ايه? خط. وليكن مسلا المسافة دائرة خمسة وعشرين سنتي كده من البداية. يعني ما نجيش من من على اليسار خالص ونبدأ نرسم الدايرة. لان طبعا دائرة التغذية بتبقى صغيرة. فنراعي يعني المسافة اللي احنا هنرسم فيها الدايرة. واي خط بقى زيادة كنا رسمينه. ها? بنمسح الخطوط الايه? الزيادة اللي موجودة في الدايرة. طيب. هبدأ ارسم بقى كده مين الاول المحول بتاعي? ملف ابتدائي وملف سانوي بالشكل ده. ممكن طبعا ممكن المحول يترسم عبارة عن مستطيلات او يترسم عبارة عن ايه? عبارة عن دوايل. ده طبعا الملف اللي ابتدائي. متين وعشرين فولت. وقادي الملف السانوي جنبه. بالشكل ده كده. ويمكن الدايرة ديت احنا رسمناها في الحلقة اللي فاتت. بالشكل ده. وطبعا المحول ما ننساش نرسم القلب بتاعه عبارة عن ايه? خطين جنب بعد كده. يعني قلبي ايه? قلبي حديدي. وبعدين الملف السانوي متوسل بمين? قنطارة التوحيد. اه ايه دي نرسم القنطارة برضو. ونحط عليها الاربع موحدات بالشكل ده. طبعا الجزء دوت بنبقى احنا حفظينه. يعني دائرة التغذية مهياش موجودة في الدايرة دي. ده هو قال لي انت اضيفها. طبعا الطرف المجاب على اليمين. والطرف السالب على ايه? على اليسار. الطرف السالب بقى ينزل لتحت. للطرف السالب بتاع ايه? بتاع الدائرة. اهو. وارسم انا الطرف السالب اهو كده. كده بالشكل ده. والموحدات طبعا كلنا عارفين برضو بنرسم الترتيب بتاعها ازاي وتعلمنا في الحلقة اللي فاتت. الموحدات كلها بصة ناحية اليمين زي ما احنا شايفين. الموحدين اللي على اليمين الكسد والكسد متوصلين ببعض. والموحدين اللي على اليسار الانود والانود متوصلين ايه? مع بعض. ادي الانود اهو متوصل مع السالب. والتاني اللي فوق ايه? الانود بتاعه برضو متوصل ايه? مع السالب بالشكل ده. يعني لو لاحظنا هنلاقي الموحدات كلها بصة ايه? ناحية اليمين طبعا الطرف طبعا برسم بقى دايرة التنعيم بكملها في عندي ادي مكسف طبعا الجزء ده زي ما قلت احنا بنبقى حفظينه ادي مكسف ونعمله مكسف كيمياء ها ووصله لايه للطرف السالب وبعدين مقاومة وبعدين مكسف تاني بالشكل ده ونرقم احنا بقى العناصر دية بعد التركيم بتاع الدايرة بتاعتك يعني احنا وصلنا هنا مكسف سي تمانية يبقى دوت سي تسعة وده سي عاشر المقاومة فوق كانت ار حداشر اخر واحدة يبقى دية ار اتناشر الموحدات يبقى كان عندنا دي اتنين يبقى دوت دي تلاتة ودي اربعة ودي خمسة ودي ست طيب اخر حاجة بقى هو قال لي اضيف ايه اي سي لتنظيم الجهد دائرة متكملة لتنظيم الجهد طبعا بتترسم ببساطة مستطيل صغير كده شكل ده بيبقى ليها تلات اطراف بس طرف منهم نازل للسالب والطرفين التانية واحد الدخل بتاعها والتاني الخارج يبقى دي واحد واثنين وتلاتة ونرقمها برضو نكتب اي سي تلاتة طبعا ده الطرف الموجب بتاع الداير الطرف السالب بقى نعمل له علامة ايه اردي اهو يعني نيجي هنا كده ونروح عاملين علامة ايه علامة اردي بالشكل ده وفوق برضو في الدايرة بتاعتي اروح جاي عامل لها علامة ايه علامة اردي برضو اهو يبقى معنا ان الطرفين دول متوصلين مع بعض فاضل ان انا اوصل بقى الموجب مع الموجب وتبقى الدايرة خلصة اهو ايه اخد انا كده الطرف الموجب بتاع دايرة التغذية بالشكل ده واطلع به لفوق واوصله مع الطرف الموجب بتاع الدايرة طبعا الطرف السالب احنا عملنا له ايه علامة اردي خلاص يبقى معناه ان الطرف ده متوصل مع ده عندي فوق بقى الطرف بتاع السماعة اللي هو الطرف السالب ده انا ممكن بقى امسح الجزء الزيادة ده او ممكن اقصره شوية خلاص ونكتب عليه سالف هو كده خلاص اصلا احنا مش محتاجينه لان احنا حطينا عليه علامة الاردي بمعناه ده الطرف الايه السالب بتاع الدايرة بالشكل ده طبعا واي خط زيادة نمسحه من الدايرة بكده نبقى حولنا الدايرة بتاعتنا وضفنا ليها طبعا دايرة ايه التغذية ممكن نبص على الشاشة بسرعة كده الدايرة اللي احنا حولناها طبعا هتبقى بعد ما نرسمها هتبقى بالتنصيق ده نفس اللي احنا حولناه يعني ممكن ترسموا اللوحة دية طبعا في اطار 35 في 25 زي الحلقات اللي فاتت وارسمها وبعتها لنا في التعليقات على الفيديو دوت لما ينزل على قناتنا على اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني وان شاء الله في الحلقات اللي جاية اه نشوف احسن لوحات ونعرضها لكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اه طبعا احنا كده اتعلمنا ازاي اه نحول الدايرة وزي ما احنا شايفين الدايرة كانت كبيرة وبتحتوي على عناصر مختلفة مشينا على الخطوات اللي احنا عرضناها في البداية خطوة خطوة ادهرنا ان احنا نحول الدايرة وبكل بساطة يعني ما نتخدش من شكل الدايرة لما تكون الدايرة كبيرة وفيها عناصر كتير اه وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة يارب تكونوا استفادتم معنا واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات اللي جاية ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته